السلام عليكم لعبة في الفانتسي ريميك ما لها إلا فترة بسيطة نازلة في السوق بينما الأصلية لها تقريباً حدود 23 سنة من صدورها والاختلافات اللي قدمها فريق سكوي لينيكس برآسة مخرج اللعبة الأصلي ياشينوري كيتاسي اللي الآن هو يعمل كمنتج على الريميك ورسام الشخصيات في الإصدار القديم توتسي اينمورا صار أن الآن أحد مخرجي للعبة الحالية اختلافات ضخمة ما تتقسر بس على الرسول بل هم قدموا تأثيرات تثير الفضول فيك كلاعب قد لعب وختم الأصدار الأول وبنفس الوقت هذا المحتوى قدر يجذب احتمام أشخاص ما قدر عبوا الأصدار الأساسي عن طريق الشخصيات والدعافة اللي تجمعهم مع بعض وطبعاً سلوب القتال الأكشني خلونا نجي الآن إلى السبع الفروق اللي قدمتها اللعبة وخلتها أفضل من الأصدار الأساسي لا تخافون رح نتجنب أي حرق أساسي بالقصة نظام الحلقات وعالم اللعبة الأصدار الأول من اللعبة صدر على ثلاث سيديات في 1997 وعلى وقتها اللعبة كانت مبهرة تقنياً لكن في لحظات كثيرة تحس الأحداث مستعجلين فيها الريميك صح ما يقدم قصفة اللعبة كاملة لكنهم بنوا عالم اللعبة بهداوة هذا غير أن عالم اللعبة صار حي وفيه شخصيات مختلفة تقدر تتعرف عليهم عن طريق المهمات الجانبية حتى الآن ما تم تعديد عدل الأجزاء لكن إذا بيكون فيه شبه من الأصدار الأول فممكن يكون على ثلاث حلقات من فترة صرحت شركة سكوير إنهم بدأوا في التطوير الجزء الثاني أو الحلقة الثانية ولن نتوقع بأنها راح تتنقل بما أن فريق التطوير صنع كل أسس اللعبة الصعبة ووزنها مثل نظام القتال تصاميم الشخصيات وطابعاً عالم حق اللعبة شخصية كلاود صارت أعمق في الريميك شخصية كلاود توسعت أكثر وصرنا نشوف جوانب أكثر للشخصية في الإستار القديم كلاود كان عبارة عن صبة دائماً ساكت ومسوه فيها أنا إنسان البارد اللي ما يهم منه شيء ونوعاً ما يشوف نفسه على باقي الشخصيات الثانية بينما في الريميك تقلل من سطحية الشخصية وصار إنسان الواعد يقدر يرتبط معه ويثهمها أكثر خلال القصة راح تتعرف على شخصيات كثير وقصة ماضيهم وهنا تشوف شخصية كلاود الجديدة تبرز بحيث في بعض اللحظات تشوفها محسن في ماضي الشخصيات وإلا لما تصير الأوضاع سيئة تحصلها جاية طم من الشخصيات الثانية كل هذه اللحظات توسع من كلاود كشخصية وتخليه محبوب أكثر من ظهورها الأصلي البارد عناصر قتال جديدة وزعماء جدد طبعاً نظام القتال بشكل كامل تغير من نظام تبادل الأدوار إلى نظام قتال أكشني وسريع وعندك عداد الـ ATB إذا أمتلأ راح تقدر تعالج نفسك وتضرب ضربات خاصة ولا سحر غير ذولي أي سلاح في اللعبة صار يمديك تطوره وتعدل عليه حتى تخليه ناسب أسلوبك في القتال هذا غير المتيرية التي تقدر تحطها على السلاح وكيف كل سلاح الأهمارة خاصة تقدر تتعلمها وتصير عندك طول الوقت إذا استعملت السلاح لفترة غير التغييرات في نظام القتال فريميك أضاف زعماء جدد في مراحل مختلفة من اللعبة ومسك بعض الزعماء القديمين وحطوا فيهم لماسات جديدة تخلي كل واحد منهم له طابع خاص في القتالة بدل ما يصير كل قتال زعيم يطيق نفس الطابع أعضاء فريق أفلانش صار لهم ظهور أكثر في اللعبة فريق أفلانش يتكون من ست شخصيات في الأسدار القديم وكان بس ثلاثة منهم هم المهمين وهم كلاود، تيفا، وبرت بينهم الثلاثة والباقين كانوا نوعا ما منسيين وهم كلهم من الشخصيات بيكس، ويتش، وجسي لكن بما أن الريميك كان مركز على الجزئية الأولى لللعبة هذا عطى وقت أكثر لهم وخلانا نتعرف عليهم أكثر عن طريق تقديم مهمة خاصة لهم وبرضوا دورهم الأكبر بشكل عام في الجزئية الأولى من قصة اللعبة كل هذه اللمسات الجديدة للشخصيات أضافت جوانب جديدة لهم وبنفس الوقت أفادت للقصة الأساسية وخلتها أعمق مهام جانبية جديدة تعزز للقصة الأساسية الريميك خلتك تشوف مدينة ميدغار بشكل أكبر وعطتك الحرية في استكشافها في لحظات وفي أحد هذه اللحظات رح تلعب مهمات جانبية وما أن شخصية كلاد مرتزقة فالكثير رح يوظفها حتى ينجز لهم شغلات معينة الشغلات هذه تتنوع من تجميع تشوكوبو أو قتل وحوش معينين هذه المهمات الجانبية لما تنهيها بتعطيك أصلحة جديدة وأغراف تفيدك هذا غير أن بعضها بتضيف أشياء جديدة على القصة الأساسية شخصية شادلي والسومنز الاستدعاء واحد من أهم الأشياء في ألعاب فانالفانتسي وفي الريميك تم تغيير طريقة كسبهم عندك شخصية اسمها شادلي رح تقابلها بشكل مستمر خلال لعبك بيعطيك مهمات إذا أنجزتها رح يوفر لك متيريا سحر وأنواع ثانية وأهمهم هي متيريا المعروفة بالسومنز اللي هم مخلوقات خارقة تجي تساعدك في القتال لما تنجز مهمات معينة بيعلمك عن نظام الاستدعاء اللي حتى تكسبه لازم تقاتل لنفس المخلوق إذا فست عليه رح ينضم لك ويساعدك في القتال تواجد شخصية سيفرث من أول ساعات اللعبة في الإصدار الأول شخصية سيفرث ما تتعرف عليها صح إلا في أحداث متأخرة هنا قدمتها اللعبة من أول ساعاتها وحبة حبة يوضحون علاقتها مع كلاود بشكل يشدك ويلحسك بنفس الوقت هذه الحركة بتخلينا نعرفها أكثر وهو الشيء اللي يبيه بالضبط أحسن بما أنه يقدمون لنا بشكل واحد هذه كانت سبع فروقات نشوفها خلت فان فانتا سيريميك أحسن من فان فانتا سيفن الأصلية كان معكم نوف النغموش يرطيكم العافية المتابعة ومع السلامة اشتركوا في القناة